قصة الجلبية بما أن حتكلمت على الجلبية ودي كانت برضو حاجة كده من الحاجات الانتشرت بشكل كبير صورة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في معرض كتاب كان في أكتوبر صحيح وليه كان فيه خلاف على الجلبية هيا دي جلبية بيت ولا دي جلبية اللي هي الجلبية اللي هي الجلبية بتاعت أهلين على الفلاحين وانا يعني اعتقدت هنها جلبية جلبية المخربية بروح بها صلي بس ماش بيت الجلبية اللي هي تطلبها بيت صلي دي بيت ازاي وبعدين الخروج بالجلبية الجلبية دي حاجة عظيمة جدا وده زينا الشعب العظيم ويعني واللي برتاح فيه بيرتاح فيه اي رجل مصري فيما أظن وأزعم وفيه جلبية للخروج صحيح ومعرفش أنا بالجلبية أصلا يعني فأنا مشايف ان مسألة الجلبية دي حاجة عظيمة وجميلة جدا ومش شايف الخروج بيها او اللي عادة فيها والله يجيتي للحلقة متعايزة اجيلك بالجلبية يعني والله كنتم كان قلبي حاسس يعني قلت ممكن تعملها بس يعني أنا ظهرت يا جماعة ستين حلقة تلفزيونية بالجلبية يعني فهم برضو مش حبا في الشوق زي ما بيتقال انه ساعات ابراهيم عيسى بيكون قصد يعمل حاجات أهلش حبا في الشوق الجلبية حبا في الشوق حملات بقلت فيها اللي كانجي الجلبية جلبية بقلت فيها ميم عمد طاط هي الحملات مش بتقلت فيها حد؟ مش بقلت فيها حد يعني رجل سمي يعني بدين ورجل البدين يبقى يعني مهتم بأنه الحملات يعني تنقذوا اه ليها سبب يعني اه بس انا الحملات بقى أصبحت شيء جريب أنا أنا في يعني في قلب محاكمة يعني آخر ما كان في الدنيا ممكن يعني أعتقد أن أنا أسأل وفي من الحملات يا سيد ابراهيم كانت في المحكمة من ساد المستشار يعني فألعتش يا كنت طوله يا فانتم يعني يا سيدا كنت طوله يا سيدا كنت طوله يا سيدا شكرا